لو انت اقل من خمسين سنة يبقى منصحكش تتفرج على الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم النافخ المقدس والنهاردة حلقة استثنائية مش تهكمية ولا استهزائية بل لإظهار الحق وبيانه وعلشان نبين للأصدقاء المسيحيين ان احنا لا نقف عند رددهم علينا ولكن نحن نرد على الرد ولا نمل طب ما الداعي هو إظهار الحق النهاردة معنا فيديو عن نشيد الأنشاد ويكثر الكلام جدا عن نشيد الأنشاد تعالوا نسمع دفاع المسيحيين المستميت عن نشيد الأنشاد ونشوف يلا بنا وللتذكير فقط هناك مدرستان تفسيريتان على الأقل لنشيد الأنشاد هناك المدرسة الحرفية والمدرسة الرمزية الاعتراض الأول أنه لا يليق بالله تعالى أن يتكلم بكلام الغزل يقول المسلمون أن الله منزه أن يتحدث بكلام الغزل كلمات مثل مثلا ليقبلني بقبلات فمه عيب يقولها الله هل الله يقول ليقبلني؟ عيب الله لا يقول هذا الكلام أبدا وللجواب أقول أن المعترض يخلط بين شيئين هناك كلام الله المباشر وكلام الله غير المباشر ويسمى النقل الإلهي كلام الله المباشر مثل قوله أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر هنا الله يقول أنا الرب كلام مباشر من الله لكن مثلا حين ينقل لنا كلام فرعون لشعبه يقول كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونهم هذا في سفر الخروج إذن هذا ليس كلام الله المباشر الله لم يأمر الناس بطرح الذكور في النهر فرعون هو من أمر ولكن وحي الله سجل لنا أو نقل لنا قول فرعون ونقل لنا حوارات كثيرة بين أؤناس مختلفين هذه الحوارات لا تسمى كلام الله المباشر بل هي وحي غير مباشر لأنه نقل فقط يوجد في القرآن أمثلة لهذا فامرأة العزيز مثلا قالت ليوسف هيت لك فهل هذا كلام الله؟ هل الله يقول هيت لك؟ لا طبعا ففي نظر المسلمين هذا كلام الله نقلا لا مباشرة يعني هو مجرد ناقل للحوار لا صاحب الكلمات نفسها إذن المعترض يخلط بين اثنين بين الكلام المباشر والكلام المنقول هذا أولا فهل سفر نشيل الأنشاد هو كلام الله المباشر أم هو نقل لحوار بين اثنين؟ هو نقل لحوار بين اثنين بين حبيب وحبيبتي هل يجوز لله أن ينقل لنا حوارا بين اثنين مثل هذا؟ نعم يجوز إن قال المسلم لا يجوز فنقول له لقد نقل الله في نظاركم حوارا ضار بين امرأة العزيز وبين يوسف فهي راودته يقول القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك كلمة جنسية راودته عن نفسه كلمة جنسية تعني تحرشت به جنسية وهنا أفتح قوسين أقول الحب الحلال لأن الكتاب المقدس لا يشجع أبدا على الزنا يشجع فقط على الحب الحلال بين حبيب وحبيبتي في إطار المقدس أول شيء وأهم شيء في الحوار الإسلامي المسيحي أن احنا نبين لإخواتنا المسلمين وللأصدقاء المسيحيين البسطاء أن القسوسة والمنصرين بيتلاعبوا بالألفاظ يعني إيه بيتلاعبوا بالألفاظ؟ لما تقسم التفسير المسيحي إلى تفسير رمزي وتفسير حرفي ده اسمه لعب بالدين ليه؟ لأن أغلب المسيحيين عند النصوص اللي بتتكلم على ألوهية المسيح أو لهوت المسيح بيقولوا إيه؟ بيبقوا حرفيين وعند النصوص اللي بتعارض لهوت المسيح يقولوا عنها تفسيرات مجازية ونسوت ولهوت وتفسيرات ما أنظل الله بها من المسلطان مع أن النصوص واضحة لا تحتمل التأويل فهذا اسمه لعب بالدين أن أنت تفسر حرفي لما يكون حرفي ومجازي لما تكون حابب أنه يبقى مجازي أول غلطة وقع فيها رشيد أنه أول المسلمين ما لم يقولوه إحنا ما عندناش اعتراض على سفر نشيد الإنشاد إن فيه كلام غازل ولا اعتراض على نشيد الإنشاد فقط لا إحنا لنا اعتراض على الكتاب المقدس ككل من حيثه من اللي قدسه أصلا وبما أن كتابكم حسب ما قال الرسول بوليس عندكم كل الكتاب هو موح به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ الذي للبر فاحنا بنحجشكم بما جاء فيه إن هو وحي واعتراضنا مش على نشيد الإنشاد فقط اعتراضنا على سفر حسقيال مثلا أو سفر المزامير أو العهد الجديد قصة البرأة الزانية اللي قال عنها متى المسكين إنها كانت سبب اختفائها إن الأباء ظنوها إنها بتشجع على الإنحلال الخلقي فإزاي كتاب من عند الإله يشجع على الإنحلال الخلقي افتح معايا كتاب النبوة والأنبياء للأب متى المسكين يقول وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها 24 إصحاحا يفتتح بهم حسقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان يبقى الكتاب المقدس بيحتوي على كلام وسخ بحسب رأي الأب متى المسكين وده مش كلام نحن المسلمين ده من أنبغ الآباء الأرثوزوكس في مصر في عصره وكان أستاذ للأنبة شنودة قبل ما ينقسموا ويحصل بينهم خلافاء إحنا مش معترضين على القبلة القبلة دي شيء خفيف جدا القبلة في الكتاب المقدس أو في سفر نشيد الإنشاد شيء خفيف جدا إنما إحنا اعتراضاتنا أقوى من هذا وهنبينها وهنجيب كتب التفسير ولكن أنا مش عاوز أسباق الأحداث رشيد حاول يتهرب من واقع صدمة الألفاظ الجنسية اللي موجودة في سفر نشيد الإنشاد فحب يقول لك أصلي فيحنا عندنا وحيين وحي مباشر ووحي غير مباشر وسفر نشيد الإنشاد من الوحي غير المباشر اللي حفيه حبيب بيتغزل بحبيبه فانتوا ليه معترضين وانتوا عندكم في القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام مع مرأة العزيز وكالعادة تحاول النصران يلهيك واللي فيه يجيبوا فيه على طول انتقل من المسيحية علشان يطعن في الإسلام فجاء بقول الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هو قرأها هيت لك ودي قراءة أخرى ولكن قال ان لفظ هيت لك لفظ جنسي افتح اي كتاب تفسير او اي كتاب في اللغة العربية لن تجد انه احد قال عنه ان هو لفظ جنسي ده من عقل رشيد المريض انما هيت لك اي تهيأت لك وكمان قال ان ده لفظ تحرش ولكن اي مصدر كلام رشيد ده مصدر كلام رشيد التحرش والاختصاب جايبوا منين جايبوا من الكتاب المقدس تعالوا نفتح مع بعض الكتاب المقدس بحسب سفر استر الاصحاح 7 العدد 8 بيقول ولما رجع الملك من جنة القصر الى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت استير عليه قال الملك هل ايضا يكبس الملكة معي في البيت يكبس يعني ايه يكبس وليه المسيحيين بيحاولوا يغطوا الترجمات والعبارات الفاضحة في ترجمة الفندايك المدلسة افتح مثلا الترجمة العربية المشتركة ستجد ان معنى كلمة يكبس ايريد ان يغتصب الملكة ايضا في بيتي يعني يكبس يعني يغتصب الكلام ده فين في الكتاب المقدس الترجمة العربية المشتركة ترجمة الحياة بتقول ايتحرش ايضا بالملكة يبقى التحرش والاغتصاب موجود في كتابك انت يا رشيد مش موجود عندنا احنا وايضا يا رشيد القصص القرآني عندنا دائما ما يكون مصحوب بالمدح او الذن المدح لفاعله علشان نعرف ان هذا الفعل حسن او الذن لفاعله والقصة سيدنا يوسف عليه السلام ربنا عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة القصص عندنا في القرآن من باب العبرة والعظة علشان ناخد منه العبر والعظات مزي منتوا عندكم في كتابكم قصص ليس لها اي قيمة وده برضو مش كلام نحن المسلمين افتح معايا تعرف الى الكتاب المقدس ان الكتاب المقدس لا سيام العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا واذا فتحناه اخذنا الدهش فاننا نجد في العهد القديم قصصا من الماضي لا فائدة لها يبقى القصص في الكتاب المقدس لا فائدة لها وروايات من اخلاقية قديمة قد تخطاها الزمن وحروب واعتداءات وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وان سميناها مزامير ونصائح من اخلاقية مبغضة للنساء الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير وفي قصص ملهاش اي رحة اللازمة وده مش كلام المسلمين دي كتب مسيحية رشيد ختم كلامه وقال ان الكتاب المقدس لا يشجع على الزنا بل يشجع على الحب الحلال طبعين في عينك كده يا رشيد افتح معايا الكتاب سفر هوشع اول ما كلم الرب هوشع قال له اذهب واخذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا وكمان دائرة المعارف الكتابية زي ما عملنا في حلقات نص وتفسير بتقول ان في رأيين رأي حرفي ورأي مجازي وانت اخترت الرأي الحرفي والرأي الحرفي بيقول ان الاله امر هوشع انه يرجع امرأة ودفع لها مبلغ من المال علشان يرجعها من عشقها فيعني فعلا يا رشيد كتابكم لا يحض على الزنا خالص 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 ومن ضمن اعتراضاتنا على الكتاب المقدس وصفر نشيد الانشاد بالتحديد انه لا يقرأه الا البالغين والبلوغ الروحي كمان فين الكلام ده؟ افتح معايا كتاب اجذبني ورائك دليل لفهمي معاني كلمات صفر نشيد الانشاد اعداد القصة من زكي سليمان بيقول ملحوظة ينصح اباء الاعتراف شبان سن المراهقة بعدم قراءة هذا السفر الا بعد سن البلوغ روحيا يبقى هم عارفين ان هذه الفاظ تهيج المشاعر والاحسيس فما تكذبش وتخفف العبارات يا رشيد الله صلق محبة وتضرعين ولغير ربي خالقي لم اركعين